كدد وزير الخارجية سامح شكري تأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة وإدخال المساعدات بصورة كاملة ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية جاء ذلك خلال استقبال شكري المقاررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البنيز وحذر شكري من تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وتؤثر على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية من جانبها أعربت المقاررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة حال الرفض الإسرائيلية دون إتمام مهمتها وقدمت مقاررة الأمم المتحدة الشكر لمصر على ما تقوم به من جهود لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطع اشتركوا في القناة